موسيقى مشاهدين متابعة تلفزيون اليوم السابع في كل مكان اهلا بحضراتكم نص شهر رمضان خلاص انتهى كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير في النصف التاني من الشهر الكريم طبعا بيكون فيه سنة الاعتكاف وبيحرص عليها عدد كبير من المسلمين حول العالم وزارة الاوقاف بتجهز للاعتكاف في المساجد ورتبت ده بالفعل في اكتر من 6000 مسجد وقالت وزارة الاوقاف ان الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن سدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشرة الاواخر من رمضان وان الوزارة حريصة اشد الحرص على احياء سنته واعدت الاعتكاف هذا العام نحو 6200 مسجد على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بتجهزات الاوقاف للاعتكاف قالت الوزارة ان اقامة هذه السنة تقتضي بتنظيم الامر لما يضمن توفير الجو الروحي الملائم لتحقيق غايتها ومقاصدها واكدت انها خرصت على وجود امام مشرف على الاعتكاف للقيام بدوره في تنظيم عملية الاعتكاف سواء في اقامة صلاة التهجد او مقارئ القرآن او اداء بعض الدروس والخواطر الدعوية في هذا الاطار اكدت الوزارة على عدد من الامور وقالت ان على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونضفته وان تكون او نكون صورة مشرفة لدن الخميم اكدت ايضا ان الهدف من الاعتكاف هو احياء ايام وليالي الشهر الفضيل لكثرة الصلاة وقيام الليل واداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم وشددت على ان اداء اي دروس او خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لامام المسجد او من تكلفه الاوقاف بدارك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لامام المسجد ويمنع منعا باتا توزيع اي كتب او اصدارات او مجلات او خلافه اثناء الاعتكاف ويكون اطلاع لمن اراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة ايضا بيحضر حضر اتام تصوير المعتكفين او بث اي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية كما اكدت على ان استخدام الهاتف يقتصر على الضرورة القصوى تحقيقا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعباد وعلى من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى امام المسجد وستكون الاولوية لرواد المسجد وابناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد وعلى امام المسجد ان يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف ومراعاة اعطاء الاولوية لرواد المسجد وسكان محيط الجغرافي يراعى ايضا اولوية التسجيل وعلى جميع الائمة التنصيق مع الادارات والمدريات التابعين لها في هذا الشهر ايضا نبهت وزارة الاوقاف على جميع المفاتيشين ومديري الادارات والمديريات متابعة كافة شؤون الاعتكاف بدءا من تسجيل المعتكفين الى اتنام عمرية الاعتكاف كل فيما يخصهم كمان خصصت وزارة الاوقاف ارقام تليفونات لتلقي الشكاوى او استفسارات وقالت انها ستنشر لاحقا اسماء جميع المساجد المخصصة الاعتكاف على مستوى الجمهورية ليبدأ فور نشرها تسجيل الراغبين في الاعتكاف كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وشهر رمضان مبارك علينا جميعا ونشكركم شكرا جزيلا على المتابعة ونظرونا دوما في مزيد وإلى اللقاء